السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في الصفحة 32, 33, 34, 35 من مفيد في اللغة العربية المستوى الثالثة من تعليم الابتدائي نعم هنا أدمج المقاطعة لتكوين كلمات العيدو العيدو كلمة هي العيدو نعم مناسبة مناسبة نعم لنصي لا نعم راحي منا نعم أعوض المقطع الأول في كل كلمات بما يناسب ض لب شاباب المقطع الأول هو شا باش نعوض ضباب شممت شا نعوضها بدا ضممت نعم شرق شا نعوضها با تولي برق شاقية شا نعوضها با تولي با قية أجزئ كل كلمة إلى مقاطع أقارب أقارب نعم أ قا ري بو عشرون عش في الماكة تكون كلمة عندها حركة ومن وراء هذه السكون كان مدمجوهم في مقطع واحد عش رو نعم عشرونة فقراء أقرأ فقراء نعم أقرأ مقاطع هنا عندي صديقك من أحسن إليك صديقك من أحسن إليك نعم نعم أقرأ كلمات صديقك من أحسن إليك هذا المقاطع هنا ولو كلمات نعم أصغي إلى قراءة أستادي ثم أقرأ مع صديقاتي أو أصدقائي الجملة الآتية وأشرحها صديقك من أحسن إليك نعم صديقي صديقك من أحسن إليك لمعنى ديالها يصديقك من يبادلك حسن الصداقة من محبة واحترام نعم نقرأ هذا المقطع ونشخصه واحد يأخذ واحد يأخذ دور للأسامير واحد يأخذ دور للأم ويدور هذا الحوار هذا سامير كم بقي من الوقت ليأتي العيد العم لما تريد أن تعرف أتود أن تشتري أتود أن نشتري لك لباسا جديدا سامير لا يذهب عقلك بعيدا يا أمي الأم إذن تريد أن تغتنم هذه المناسبة السيدة لتصل الرحمة بأقربائك وأصدقائك أليس كذلك سامير سامير حسنا ما قلت حسنا ما قلته لكنني أقصد شيئا آخر نعم أشرح نعم نبيه فاطن ذكي نعم المعنى النبيه هو فاطن ودكي تغتنم تنتهيز نعم أجابت على الفور يعني أجابت حالا تنتايل تلبس نعلا أو حداء نعم إذن هذه الكلمات نزيل نحفظوهم نبيه المعنى ذي الفاطن ذكي نعم أملأ خريطة كلمة سرور نعم نوع الكلمة اسم نعم مرادفها فرحة ضدها حزن نعم تركيبها في جملة جاء العيد وكلنا فرحة وسرور أضع الكلمة المناسبة في كل جملة أهداني هداني أهداني بالمعنى دي الأعطاني هدية هداني هي وراني طريق المزيانة نعم صديقي للخير واش نقول أهداني أو هداني نعم هداني يعني دلاني صديقي للخير وراني طريق دي الخير نعم أهداني 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 أخي كتابا نعم أخي أعطاني كتاب كهدية نعم حسيبته وحسبته حسيبته بالمعنى ديال ضمنته يعني كي حساب لي ركن قولها بدرجة وحسبته يعني حسبت نعم بالنسبة النقودي كنقوله حسبته نقودي حسبته حسبته نقودي العيد قريبا حسبت العيد قريبا ضمنت العيد قريبا نعم أجيب سأل سمير سمير أمه ماذا قال نعم أشنو السؤال سول سمير الأم ديالو رجع النص نعم سأل سمير أمه وقال متى سيأتي العيد نعم متى تفاجأت الأم نعم تفاجأت الأم عندما قال لها سمير بأنه سيشتري حذاء جديدا بما جمعه من نقود ويهديه لصديقه الفقر نعم ماذا سيشتري سمير بنقوده سيشتري سمير بنقوده حذاء جديدا كهدية للعيد لصديقه نعم ماذا أهدى سمير اللي علي أهداء حذاء أضع علامة في قبل زمان النص نعم نعم إذا الأم قتليه ستشتري حذاء رجع لها في النص نعم ستشتري بها حذاء جديدا تنتعله صبيحة العيد الذي سيطل علينا بعد يومين فقط نعم إذا فنص زمان دياله هو يومين قبل العيد نعم استخرجوا من النص صفات أرادت الأم أن يتصف بها سمير نعم اشن هما الصفات لبغاة الأم لابن ديالة سمير تصف بهم هكذا أريدك يا ابني دائما إذا ها هما الصفات هما لمن رهد هكذا أريدك يا ابني أن تكون دائما بغاة يكون عطوفا على المساكين والفقراء رؤوفا بالعجائز والضعافة تمد لهم يد العون نعم أرتب الجمال بالأرقام من واحدة الخمسة لألخص النص نعم أثنت عليه أمه أخبر أمه بما فكر فيه وفر سمير مبلغا من المال السعادة صديقه صباح العيد فكر في شراء هداء لصديقه الفقير نعم نعم إذا قدرنا نقول أن سمير وفر مبلغا من المال هذا هو رقم واحد فكر في شراء هداء لصديقه الفقير رقم جوش بعد ذلك أخبر أمه بما فكر فيه رقم ثلاثة أثنت عليه أمه رقم ربع السعادة صديقه صباح العيد رقم خمسة أثنت عليه أمه يعني ما داحته قدر شراء هداء لصديقه رقم جيدا إلى هنا أعطي نهاية هذا الفيديو أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله أشكركم على المتابعة والسلام عليكم أشكركم على المتابعة والسلام عليكم